بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف مرسلين متابعي قناتي السلام وحبابيكم في هاد الفيديو الجديد وعرض جديد اليوم اه كانت واجدوا متابعنا الكلام في طريق ديال مولايدير الزرهون على القدرون كما كتشاهدوا اذا كواجهبال ديال الزرهون اه طريق مولايدير الزرهون اجبنا لكم واحد العرض متميز وخاص بالنسبة الناس المستمرين في المجال السياحي الارض المساحة ديالها اربعة تلكطارات داخلها في المجال الحضاري وفيها زون توريستيك يعني متابعنا الكلام ما معنى زون توريستيك يعني صالحة بالنسبة للمشاريع اه كمثلا فندق اه اه يعني سياحي او اه مقاهي او دي بي سين او دار ضيافة او اه قاعة الحفلات يعني او منتج سياحي يعني ما شاء الله كي طل على هاد المنظر البانورامي يعني زون توريستيك فيها اه يعني صراحة كل مقومات ديال هاد المشاريع السياحية اللي كتطلب الخضورة وكتطلب هاد المناظر الطبيعية وهد البيزاج لانه اه دائما الخضورة في هاد المكان ولله الحمد فيعني ارض صالحة اه للتدكير اه مساحة ديالها اربعة دلكطارات قل الاربع اه صالحة بوغ ان بروجي توريستيك يعني لمشاريع السياحية يعني صراحة كتطل على هاد المنظر البانورامي رائع جدا والخضورة يعني صراحة اه يعني بالنسبة للمستثمرين في المجال السياحي اليوم جبنا لكم هاد العرض المتمنى كما كتشاهدو هاد الخضورة وهاد الافردور وهاد الاسباس فار وهاد البيزاج النتورال فماشاء الله هادي كتب لكم الفون مكناس ديك الكتبان مكناس كين فينا كين دي الاوقاف ومكناس كين بنوا العمارة دي الحمرية ومنظر بانورامي رائع جدا يعني ارض اه كما قلنا صالحة بامتياز بوغ لي بروجي توريستيك يعني المشاريع السياحية كمقاهي وكفنادق وكذلك كقاعة الحفلات وغيرها او منتجع سياحي او ترفيهي بالنسبة لاطفال وكذلك يعني سياحي في البسين في الريستوران في الكافي يعني اه انتغان ايديال بوغ لي بروجي توريستيك يا متابعينا الكرام مع العلم ان في هذه المنطقة كين الان واحد الفندق فاخر في طور البناء اه فهذه المنطقة الرائعة جدا الجميلة اذا متابعينا الكرام فهذا عرض خاص بالنسبة للمستثمرين في المجال السياحي فامحبابكم فبالنسبة للتذكير كالمساحة دي الارض ذا اربعات الكتار تقل ربع بالنسبة للتمن دي لهذا الارض اللي داخلها في المجال الحضاري نقول او نؤكد انا داخلها في المجال الحضاري يعني في المذكرة المعلومات دي لهذا الارض فيها زون يعني اه كم ما قلنا السيد الفان صالحة فبالنسبة للتمن يا متابعينا الكرام هو تلتمية درهم للمتر المربع تلتمية درهم للمتر المربع فليبغى يزور هاد الارض وكان مستثمر سواء من داخل الوطن وخارج الوطن بغي يستثمر في هاد الارض يان فيه بروجيه صراحة يجي فيه بروجيه هائل جدا بسبب مواصفات يعني الطبيعة المحيطة بهاتي الارض وما اجمل هاد الطبيعة وهاد المنظر البانورامي الرائع يعني هاد البروجيه توريستيك كما نقولو كيبغي وهاد المناظر الطبيعية الخضراء ودائما الخضراء دائما فبالنسبة الثمان تلتمية درهم للمتر المربع واللي بغي يزورها يتواصل معنا على الرقم الهاتفي المعتمد للوكالة تسير 076 96 48 84 عبر الواتساب او عبر الهاتف اذا متابعنا الكرام الى هنا ينتهي هذا العرض والى عرض جديد بحول الله وقوته نتمنى لكم كل الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة